القردة الموجودة الآن ليس أبناء أولئك اليهود وإنما القردة موجودة قبل اليهود وموجودة بعد اليهود ولكن جماعة من اليهود الذين اعتدوا في السبت عاقبهم الله تبارك وتعب بأن صيّرهم قروداً ثم ماتوا وانتهى أمرهم وإذاك لا يقال عن اليهود مثلاً اليوم يقال هؤلاء أبناء القردة والخنازير هم ليسوا أبناء القردة والخنازير لكن قد يقال إخوان القردة والخنازير يعني صاروا مثلهم صاروا جنساً من جنسهم أي من جنس القردة والخنازير والخنازير قيل إنهم إن هذا وقع على النصارى لما كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام قلب الله بعضا خنازير والعلم عند الله جل وعلا لكن هناك جماعة من الناس من أهل الكتاب صيرهم الله قرودا وجماعة صيرهم الله خنازير